لو سهلة في برج الجدي، برج الجدي العنيد، عنيد كثير برج الجدي، لكن على حق لأنه مستقيم بحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان شخص عنيد جداً جداً في الحق، يعني لو كان مش هو طرف المشكلة، لو كان في صديق لقله في مشكلة، وكان معاه الحق بيحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق، بيحب حتى لو كان يعرض حاله للخطر فهو بيحب أنه دائماً الحق هو اللي يفوز، والاستقامة، والعدالة تأخذ مجراها في جميع المجالات، وهذا الاشي متعبه كثير لبرج الجدي، خاصة الشباب، شاب برج الجدي، كثير بده الأمور تكون مية بالمية، ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير، فيه تمانين بالمية، فيه سبعين بالمية، وكان يتحقق من الاشي اللي إحنا بنا يا راك، مية بالمية شي مستحيل يعني، خذوها من حدا مجرب، تمانين بالمية حلوين، تسعين بالمية حلوين، فإحنا ليش عم نرقد ورا المية بالمية، ونكون كثير مماعين، برج الجدي، ثلاث أشهر كثير حلوين، كثير رائعين، على فكر الفترة الجاي، كلها لنهاية السنة، يعني بالنسبة لبرج الجدي، يا جماعة مش بس ثلاث أشهر، الست أشهر، أو الخمس أشهر الجايين، رائعين، فيه قبل فترة كان فيه خوف كبير، مخوف كبيرة عند برج الجدي، لكنه حقق انتصار، أو قلينا نحكي نصف انتصار، واللي حيكمله بالأشهر الجاية، كان فيه عنده بالشغل شبه مؤامرة، أكتر من شخص، كان فيه غدر، كان فيه خيانة بالشغل، من الشريك في الشغل، أو خلينا نحكي مجموعة، هو مش شخص واحد أكتر من شخص، عفوان، فبنلاقيه لبرج الجدي انه تحمل كتير كتير، وهي من صفاته الحلوة الرائعة، برج الجدي انه بتحمل كتير، بتحمل كتير في سبيل انه هدفه بالأخير يتحقق، مش من الناس المتسرعين اللي بدهم متهورين، أو، 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 لا، هو ثابت جدا، على أرض ثابتة بيحب يكون طول الوقت، لما يختار شريكه، بده يكون هذا الشريك مئة بالمئة ممتاز، صفاته متممة لبرج الجدي، وهذا اشي يعني، which is good، بس، مش دائما هذا الاشي بتحقق معنا، فلما ما يتحقق اللي إحنا بدنا يا أو يتحقق أقل من اللي إحنا بدنا يا، ما نزعل، ما ننكد على حالنا، برج الجدي بحب ينكد على حاله طول الوقت، كانوا بتطلع على الأشياء اللي خسرها، ما بتطلع على الأشياء اللي كسبها، فكانوا مش سيئين، لكن خلينا نحكي، ضغوطات كبيرة كانت عليه من كل النواحي، من ناحية العائلة، من ناحية الصحة، كان يضغط على حاله كتير كتير، وما كان يهتم أبدا في الصحة، من ناحية العاطفة، كان في غدر من الطرف الثاني، غدر كتير واضح، لكن هو بلش يتجاوز هاي الأمور من شهر فبراير، أو حتى من شهر واحد، هو بلش يتجاوز هذا الموضوع، بلش يتعاطى مع الناس، مثل ما هم بتعاطوا معه، مش زي ما هو حابب إنه يتعاطى، هذا الإشي كتير منيح، إنه إحنا يعني نتعامل مع الناس زي ما نعاملونا، ما نعطيهم أكبر من إيمتهم، إنتك أربعة، أنا بعطيك أربعة، ما بعطيك عشرة، فالأفضل والأحسن لبرج الجدي الرائعة جدا، كنت متنكد أول الأشهر، مع إنك عارف إنه الفرص من كل النواحي عم تجيك، لكنك كنت مش راضي كمان، لأنك بدك إياها المية بالمية اللي قلنا عنها، فيه كان ما بعرف فيه، فيه كتير علاقات عاطفية، بين عندي برج الجدي كان في عنده خيارات كتير، بس للأسف هاي الخيارات اتقلصت، يعني كانوا ما بعرف، خلينا نحكي، كانوا خمسة صاروا أربعة، صاروا ثلاثة، مع الوقت عم بيقلو، بس هذا الإشي اللي صارحك، لأن الشخص الأخير هو من نصدك تاني، هو اللي انت حتكمل، معه، لكن برج الجدي بتأخر كتير بالزواج، للعزاب، أنا بقولكم، إذا كان الشخص اللي قدامكم فيه ستين بالمية، سبعين بالمية، من اللي أنا بديه، أنت سوكي، خلاص، يعني أنا أكمل في هذا الموضوع، هدول التمانين بالمية، بسيروا تسعين بالمية، بسيروا مية بالمية مع الوقت، بس مش أعمل إكس على الشخص، خلاص، أنا ما بدي أكمل معاك، ما أشتر برج الجدي في، يعني أنه يكنسل الأشخاص من حياته، ليش؟ لازم يعطي فرصة للشخص كمان هو مثل ما أنت بدك وقت عشان تدرسه، هو كمان بده يدرسك، فأنت ما تعطي أبداً لا أوكي ولا مش أوكي لحدية ما تدرس للشخص، وتوافق على أنك تكمل مع بقية طريقة، يعني أن تكون رفيقك في الحياة، شهر، خلنا نحكي شهر، من شهر سبعة لشهر تسعة، حيكون في، يعني، حيكون في قرار مصيري، حيكون في زواج، لكن زواج يعني هو تغيير، تغيير في العمل والزواج، وكأنه إذا أنت قلت بنت، حتتسوجي شخص وتسافري لعنده، أو العكس، ما بعرف، بس فيه يعني اختلاف بالمنطقة مع الزواج، يعني الزواج ما رح يكون في نفس المكان، رح يتكون بلد أجنبيه أو بلد الثاني اللي عم بيشتغل فيها الطرف الآخر، أو أنت عم تشتغل فيها، لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك، لكن كل ياتها اللي مبين قدامي إنها خيارات حلوة، رح يكون في سعادة كبيرة بالطريق، يمكن يكون نهاية شهر 12 عندك خلص تكون تزوجت، والله أعلم، رح تبلش بكرة بالأولاد، والأمور يعني الأحلام رح تحس إنها بسرعة بسرعة عم تتطور، وعم بدك تحق الحلم الثاني، الحلم الثالث، يعني إن الأمور كتير، يعني تمام هاي الفترة والفترة الجاي، رغماً عن إنه الفترة الماضية كان فيه كتير ألم وغدر، لكن هدول الأشخاص أخدوا جزاؤهم ما عم بحكي إنه رح ياخدوا جزاؤهم، هم يعني أعتقد إنه هم أخدوا جزاؤهم خلص، إن كنت أنت تعرف أو ما تعرف هم لاقوا يعني العقاب تبعهم، وإنت طاير نحو أحلامك وتفكيرك إيجابي بالفترة الجاي، وهذا الإشي رح كتير يؤثر عليك، فيه سعادة كبيرة بطريق لإلك، فيه تغيير، هذا التغيير إنت شاكك إنه مش تمام أو أنا مش حابب أغير، أو هذا التغيير إيجا غصباً عني، ما بعرف بالمكان، بالسكن، بمكان الشغل، لكن هذا الإشي رح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لإلك، فما تتسرع الحكم بالأمور يا برج الجدي، وخفف من الإعناد شوي، وخفف تقول يعني ما تكون تقيل كتير عالطرف الثاني، شوي تنازل شوي صغيرة بس عشان تتعرف على العالم اللي من حواليك، أنت عم بتكون صارم كتير معاهم، وأحياناً عم تظلم، لا مش تظلم أشخاص، لكن عم تكون كتير معاهم، فبدك شوي تتأنع في الحكم على الأشخاص، وكتير مبسوطة بهالقراء اللي بتجنع لبرج الجدي، وكتلك لإلكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة